النهاردة هعمل عصير من العصاير الحلوة تسألت عنه كثير جدا بينفع يضاف له ايه طب لو لوحده هيبقى طعم وحش طب هنحطه مسلوق ولا هنحطه فرش تعالوا كده نتكلم عن عصير البنجر النهاردة هستخدم بنجر فرش وهقشره هخسله بالفرش وهقشره وهخليه بنجراية فرش عادية جدا وهو هجيبه لكم اوكي البنجر ده انا هضربه في الخلاط زي ما هو كده مش هسلوقه ومش هعمل فيه اي حاجة هقطعه بس قطع صغيره عشان يبقى سهله على السكينة بتاعت الخلاط وعندي ميا مع العصير بحط كباية ميا او كبايتين مع البنجر مع عصير اللمون تمام؟ زودوا ميا حبيبين طي وهيبقى كده عندنا البنجر هاجي بقى كده هاخد الكاتنج بورد وطبعا همسك بقى كده ايه خلوا بالكوه بيبقع الهدوم وطبعا قوي جدا زلوكوه حلو قوي للناس اللي حابة تعمل مسكة عالة والشها من الحاجات الحلوة يعني بيدي رونق للخدود كده بيكانكوا حاطين كلاشر بس هو مع استخدامه الكتير بيخلي خدود طبيعية طبعا شربه افيا طبعا البنجر ده اولا فيه نسبة سكر سكر البنجر وبنستخرج منه سكر جميل فيه بوتاسيوم وفيه فيسفور وفيتامين اي وفيتامين سي حمد الفوليك اسد فيه مقوي بقى لو ضيف الدم للناس بقى اللي عندها فيه حاجات كتير جدا خاصة بمغزيات الدم الناس اللي عندهم ايه أنينيا حد عنده كمان حساسية بيعالج الموضوع بيتشرب طيب لو احنا بقى عايزين نعمله هو لوحده حلو بس ممكن الناس ما تتقبلش طعمه طيب هنعمل فيه ايه ساعتها ممكن بقى نحط معي فيه ناس بتخلط معه برطقان او طفاح اي حاجة فيها فيتامين سي مش شرطة بس اللمون يعني مش حديدا بصو بيدعم فيتامين سي فيه جدا خلينا بقى نقول ايه ممكن اجيب معا الفراولة فراولة المجمدة لو احنا حتى مش في موسم الفراولة ليه بقى كياس الفراولة او لو انتم خزنين فراولة هتبقى الدنيا ايه لطيفة جدا طيب هاخد كده بنجرتين بنجرتين دول هامل عليهم مياه وهيعملولي زي ما بنقول كده ايه اه شافش احالو وهحط معا ممكن رمان او فراولة زي ما احنا اه قولنا بتدي طعم يجنن مع البنجر بتضيع الطعم اللي انتم حضراتكو ايه مش حابين تستطعموه في بنجر اللي واحده يعني اوكي طيب هنبدأ بقى نعمل كده وبعدين الليمون بيتضاف راش اخر حاجة ما حطوش دلوقتي خالص انا هحط بقى دلوقتي مية كده كب بيتين مية كبار وعندي عصير الليمون وتقدروا تضربوا الليمون في الخلاط لوحده بالقشر عشان اخدتوا فايدة القشر منه وبعدين تحطوه كمان عايزة بقى احط معايا شوية سكر عندي هنا شوية سكر فجرة خليني احطهم شوية سكر بسم الله ونضربه شوية سكر يلا بينا نحطه بقى دلوقتي ايه بصوا بيجنن ولونه يجنن واللمون ده بيحافز على اللون ده بيغمقس لنا بعدها اذا اقول لكم هتستمتعوا بيجي الدن بسم الله بصوا الجمال اصلا البنجر ده اساسا لوحده احنا بنعمله سلطة وبنقله بنحب السلطة دايما المسكرة بتبقى فيه واضحة وجميلة وتجنن الحقيقة يعني فاحنا عايزين نستفيد منه بشكل جميل لو عندنا شرايح كده بنجر احطها هنا حلوة نقول للناس ان ده عصير بنجر من الحاجات الحلوة قوي تدعم الولاد اللي عندهم مناعة مرعتهم قليلة او عندهم انيميا وانيميا حدة خلوا بالكو فانا يعني عايزة حضراتكو تبدأوا تعملوا ميكس مع رمان ومع فراولة ومع حاجات ورقية كتيرة يستفيدوا منه لانه فعلا من الحاجات المفيدة جدا ويمكن احنا يعني ايه هندور على حاجات بدائل بس موجودة عندنا يعني في بيتنا ومش مكلفة ونقدر ايه نستمتع بيها وزي ما قلت حاجة قدروا تخلطوه مع طفاحه ومع برتقان في صديقة كانت على الصفحة بعد تانا قالت انا بخلطو مع طفاحه ومع برتقان فافكار لطيفة وجميلة وطبعا شكرناها جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة